المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الراية أصحابكم خلالها محمد السداني والبداية دوما بأهم العناوين الكويت تحتفل بالأضحى والأمير يؤدي الصلاة بالمسجد الكبير تهنيئة لمؤسسة الأمنية الكويتية مرفقة بجرعة دعم حكومية كنا فريق واحد مع وزارة التجارة بمراغبة الأسعار وفي العيد جولات ميدانية للتهنئة وأخرى لاختبار الجاهزية لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحجاج يحطون الرحال بميناء ويستهلون الرمي بالعقبة الكبرى يبارك في جهودكم نحن ماضونة بعون الله تعالى على ما صار عليه الأباء والأجداد دفاعا عن ديننا ووطننا ومقدراتنا تهنئة ملكية السعودية بنجاح قطاعات الحج الأمنية والتنظيمية وفي النشرة الأسد يعايد مناطق سورية بقنابل عنقودية وفي الرياضية إنجاز رياضي كويتي جديد على يد الفاضل عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير احتفلت الكويت وسائر الدول الإسلامية بأول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات فيما أدى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير وفي معيته ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار الشيوخ والمسؤولين بالدولة هذا وقد غادر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق له أرض الكويت متوجها إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر القمة التي سيعقدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة لمناقشة أوضاع اللاجئين والنازحين والمهجرين حول العالم خلال لقائه في ديوان وزارة الداخلية كبار القيادات في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لنبارك أن أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد ونائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد يقودان سفينة الوطن بحنكة موضحا أنهما يطلعان بدور قيادي رائد في دعم أمن هذا الوطن وحمايته واستقراره في ظل التطورات المتلاحقة التي تعصف بأمن المنطقة كما شدد على أن الحكومة تدعم وتساند المؤسسة الأمنية بكل قوة داعيا إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات المساس بها كما حذر من خطر الإرهاب وما يعانيه العالم أجمع جراء هذه الظاهرة التي لم يسلم منها أحد مضيفا أن الكويت ليست بعيدة عنه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مطر لمطيري تفقد أن نزل في مجمع دور الرعاية الاجتماعية للتعرف على متطلباتهم وتهنيئتهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وحول لجان متابعة المساعدات الاجتماعية أوضح لمطيري أنها مستمرة في عملها وأنه تم فتح فرع في منطقة إشبيليا للتدقيق على الملفات المتعلقة بها مؤكدا أن الوزارة لا تحيل أي ملف للنيابة العامة إلا إذا ثبت قانونيا وجود أي خطأ أو عبث كذلك بينا أن فرق التفتيش المشترك مستمرة في جولاتها على الجمعيات التعاونية للتأكد من تثبيت الأسعار إجراء القانوني في حالة وجود عبث في الملف أو وجود نوع من عدم اكتمال الورق أو بدلاء معلومات غير صحيحة للمستفيد في حال الشؤون القاونية في وزارة الشؤون الشؤون القاونية ترصد المديونية وتعد مذكرة التحويل سواء للنيابة أو أي جهة قاونية كانت وحتى ساعات ما يتم اللي حالة لأن كل المستفيد يعترف بهذا الخطأ ويدفع اللي عليه وتسد المديونية همنا الأول والأخير هو المحافظة على المال العام وصلنا إلى مرحلة أننا كنا فريق واحد مع وزارة التجارة بمراقبة الأسعار وتثبيتها ولغاية البالح بالليل يعني وصلت تقارير من كل الجمعيات أن ما في زيادة ولله الحمد ونبقى في أجواء العيد حيث أجرت بلدية الكويت جولات ميدانية للوقوف على جاهزية المسالة خلال أول أيام الأضحى خلال جولته لتهنئة العاملين في محطة الصبية ومجمع توزيع المياه أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري وجود تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار العديد من البدلات المستحقة لموظفي الوزارة معربا عن تفاؤله بإقرار هذه البدلات كذلك شدد في تصريح له على استعداد الوزارة الكامل لإجراء الصيانات الدورية في المحطات المختلفة في فصل الشتاء مثمنا جهود العاملين في المحطات في جميع المناسبات والعطل الرسمية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك في الديار المقدسة وصل حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الاثنين الموافق لأول أيام عيد الأضحى المبارك إلى مشعر ميناء قادمين من مشعر مزدلفة الذي باتوا فيه الليلة الماضية بعد أن شهدوا الوقفة الكبرى في صعيد عرفات الطاهر أمس الأحد وبدأ الحجاج منذ فجر اليوم بأداء نسك رمي الجمرات في مشعر ميناء برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات في انتظام وحركة هادئة وانسيابية في التنقل من مواقع إقامتهم وفق خطة التفويج المعدة لذلك وسط متابعة واسعة من الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية السعودية بعد أداء الحجاج نسك رمي جمرة العقبة الكبرى يقومون بنحر الهدي ويتحللون بالحلق أو تقصير شعورهم ليقصدوا بعدها المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة ومن ثم السعي بين الصفا والمروى بدوره كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قادة القطاعات العسكرية المشاركة في تأمين منسك الحج مؤكدا المضي قدما في الدفاع عن الدين والمقدرات والوطن أشكركم جميعا نظير ما تقون به من جهود عظيمة في خدمة الحجاج الحرام ونحن نشرف جميعا بخدمة طيوف الرحمن والسار على راحتهم ونبدو الغالي والرخيص والنفيذ في سبيل تفويل أسباب الراحة والطمانينة لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة والطمانينة أيها الأخوة نحن وطنكم يقدر ما تقومون به من أعمال جليلات وتضحيات كبيرة في سبيل الدود عنه وحماية ثغوره وهي محل فخرنا وعجزاتنا ونسأل الله أن يمدكم بعونه ونصره ويبارك في جهودكم ونحن ماضون بعون الله تعالى على ما صار عليه لا باء ولا جداد دفاعا عن ديننا ووطننا ومقدراتنا وفي الكويت أعرب رئيس مجلس الأمة مرزق الغانم عن جزيل الشكر والامتنان للسعودية على ما تبذله من جهود جبارة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج المبارك وقال الغانم أنه ورغم تأكيد المملكة أن كل ما تبذله من خدمات هو واجب مقدس إلى أن شكرها والثناء على جهودها أصبح لزاما علينا ونحن نرى الأشقاء يجندون كل طاقاتهم من أجل خدمة ضيوف الرحمن كما أعرب عن الشكر للخدمات المقدمة للحجاج الكويتيين سواء من السعودية أو من بعثة الحج الكويتية بدوره وأجرى أيضا رئيس مجلس الوزراء الكويتية الشيخ جابر المبارك اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة الحج الكويتية خلايف لذينة للاطمئنان عن أحوال الحجاج الكويتيين والتسهيلات التي وفرتها لهم البعثة لأداء المناسك بيسر وسهولة ونقل الشيخ جابر تهنئة أمير البلاد وولي العهد للحجاج لحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك وحرصهما على الاطمئنان على الحجاج ومتابعة أحوالهم كما أعرب عن تقدير الكويت للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للتيسير على حجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك بكل يسر وسهولة كذلك أكد القنصل العام لدولة الكويت بجدة واء لعنزي سلامة جميع الحجاج الكويتيين الذين يودون مناسك الحج في أمن وسلام وسهولة ويسر فيما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان لها أن العدد الإجمالي للحجاج في موسم حج هذا العام بلغ مليونا وثمانمائة وستين ألف حاج من بينهم أكثر من مليون وثلاثمائة ألف حاج قدموا من خارج المملكة العربية السعودية ونحو خمسمائة وثلاثين ألفا من داخلها وينضم إلينا عبر الهاتف من مشعر ميناء زميلنا أحمد لعنزي والذي يؤدي فريضة الحج أحمد كيف تمت عملية رمي جمرة العقب الكبرى سيما وأن هذا النسك تحديدا لطالما شهد تدافعا وحوادث عدة في السابق نعم محمد قبل رطاعتك وكل عام وانت بخير وعيدكم بارك طبعا بعد الطواف أو بعد النفرة من عرفات والوقوف في عرفة قام الحجاج الكويتيين بتقديم الطواف والسعي لتفادي الزحام المعروف هناك لكن هذه المرة أيضا شهدت إجراءات قارمة بالنسبة للتنظيم وحتى بالنسبة للعملية المرورية التي قامت وقلت بها من خلالها الحجاج إلى السعي وطواف الحرم كان التنظيم جدا رائع هذا ما ربما شكل اهتمام كبير حتى من وسائل الإعلام هنا التي تناقلت هذه الأخبار تنقل الحجاج ما بين الأركان وما بين المشعر وآخر الزحامات حتى الآن لا تذكر التنظيم جدا رائع على ملية تمت بسهولة ويسر يعني سبير بالنسبة للحجاج الكويتيين هما قدموا أغلبهم يعني الطواف والسعي قبل رمي الجمراء الكبرى التي يتوجه الآن أغلب الحملات الكويتية إلى المرجم لرمي الجمراء الكبرى ومن ثم العودة والمديد في ميناء بعد قليل ومن ثم أيضا يعني غدا تتم رمي الجمراء الثلاثة بشكل عام أحمد كيف هو الانطباع العام عن الجهود التي تبذلها السلطات السعودية بشقيها الأمني والخدمي هذا ما أثنى علي وزير العدل ووزير الشؤون الإسلامية أمس كان معي في لقاء خاص قابلت وزير العدل الكويتي عقوب الصانع وجلت معه وتحورت معه حول ما هي انطباعات الكويتين وحجاج الكويتيين كان الثناء كان الشكر للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من تسهيلات ومن إجراءات أمنية لخدمة الحجاج وحف أمنهم هو الشعار العام لموسم هذا الحج حتى أن وزير الصانع قال لي شخصيا أن الحكومة الكويتية أو بعثة الحج الكويتية تفادت الأخطاء السابقة خاصة بما يتعلق بموضوع تزوير بعض الحملات لتطاريح الحج هذا العام لم يكن هناك ولا تصريح مزور لأي حاج كويتي كما أن السلطات السعودية قامت برد كل حاج من أي بقاع الأرض إلى دولته إن لم يكن معه نعم من الأراضي المقدسة زميلنا أحمد العنزي شكرا لك بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يثبح المتمتع والقارن هدية فإذا لم يجد هديا فعليه أن يدفع ثمنه لغيره من الفقراء وإذا لم يملك ثمنه فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثة منها في الحج وسبعة أيام بعد أن يعود إلى أهله والهادي هو ما يثبح من الماشية يوم النحر من الإبل والغنم والبقر وإضافة إلى ثبات كون الأضحية سنة مؤكدة فإن من شروطها أن يكون المضحية قادرا على ثمنها وأن تكون خالية من العيوب وأن يكون النحر بها في وقتها المحدد وهو يوم عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق الثلاثة وتصح المشاركة في تكاليف الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر بما لا يزيد عن سبعة أشخاص وتشترط التسمية قبل المباشرة بذبح الأضحية ويسن أكل ثلثها وإهداء ثلثها والتصدق بثلثها على الفقراء لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن وزارة الخارجية الكويتية أعربت عن قلق دولة الكويت البالغ لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا يفتح الباب أمام مقاضات حكومات الدول الأجنبية باسم قانون العدالة ضد الإرهاب وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن هذا القانون لا يتفق مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويأتي متعارضا مع مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهي من المبادئ الثابتة في القوانين والأعراف الدولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وعبر المصدر عن أمله بأن لا يتم اعتماد هذا القانون نظرا لما يمثله من إخلال بمنظومة العمل الدولية ولآثاره السلبية الكبيرة على كافة دول العالم وصلت قوات النظام السوري شن غاراتها على المناطق السكنية مع أول أيام عيد الأضحى لتحصد المزيد من القتلى والجرحى قبل ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ التي توصل إليها الجانبان الروسي والأمريكي واستهدفت قوات الأسد مناطق حي الصالحين في حلب بعدد من الغارات تسببت بمقتل وجرح عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال كما استهدفت الطائرات مناطق حريتان وعندان بالإضافة إلى بعض مناطق إدلب ودرعى وريف دمشق ومن جهتها دانت فرنسا المجزرة التي ارتكبها الطيران الروسي في مدينة إدلب قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك وبدء تنفيذ وقف إطلاق النار في تركيا أصيب 46 شخصا جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركزا للشرطة قرب مقر حزب العدالة والتنمية في مدينة وان شرقي تركيا ونقلت وكالة الأندول التركية للأنباء عن قائد شرطة المدينة سعاد إيكيجي قوله إن الهجوم نفذه عناصر تابعون لحزب العمال الكردستاني بواسطة سيارة مفخخة ما أسفر عن إصابة العشرات بعضهم بحالة حرجة كما تسبب الانفجار أيضا بتحطم نوافذ المنازل والشركات المحيطة بموقع الحادث خلافات صندوق النقد وأوروبا تؤخر حل أزمة ديون اليونان التفاصيل في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس قال إن الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول الديون اليونانية تؤخر إيجاد حل لهذه الأزمة وقال تسيبراس إن بلاده أقرب من أي وقت مضى إلى حل هذه الأزمة غير أن ما يؤخر الجهود من أجل استعادة ثقة الأسواق هو الخلاف المستمر بين المؤسسات الأوروبية وصندوق النقد الدولي وعلى الحكومة اليونانية اليسارية أن تقدم برنامج إصلاحات جديد من أجل الحصول على شريحة جديدة من القروض بحلول نهاية سبتمبر على أن تباشر بعدها مفاوضات حول تخفيف أعباء الدين عليها أسعار النفط هبطت اليوم في الأسواق العالمية أكثر من واحد ونصف بالمئة بعد أن أضافت شركات التنقيب في الولايات المتحدة المزيد من الحفارات في الوقت الذي تأقلم فيه منتجوء الخام مع انخفاض الأسعار وبلغ سعر التعاقدات الأجلة لخام القياس العالمي مزيد برينت سبعة وأربعين دولارا وتسعة عشر سنة كما تراجع سعر التعاقدات الأجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط ستة وثمانين سنة فيما قال تجار إن هبوط سعر النفط اليوم كان نتيجة زيادة نشاط عمليات الحفر عن النفط في الولايات المتحدة وهو ما يشير إلى أن المنتجين يمكنهم العمل وتحقيق ربح في نطاق المستويات الحالية للأسعار الاتحاد الأسوي يعتبر النصر خاسرا أمام الجيش التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم للصفحة الرياضية حقق منتسابق الدرجات المائية الكويتي عبدالله الفاضل لقب بطولة الولايات المتحدة الأمريكية في اللعبة لهذا العام بفئتي المعدل والاستوك لكبار المحترفين ببشاركة عدد كبير من أبطال العالم في هذه الرياضة وعرب الفاضل عن بالغ سعادته بإحراز هذا الفوز المهم ورفع اسم وعلم الكويت في هذا المحفل الكبير مضيفا أن فوزه مكنه من الحفاظ على لقب فئة الاستوك لكبار المحترفين الذي حققه الموسم الماضي كما حقق لقبا جديدا في فئة المعدل وعليه رفع رصيده إلى تسعة ألقاب في بطولات هذا الموسم كانت جميعها على مستوى كبار المحترفين قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم إلغاء نتيجة مباراة ذهاب دور الثمانية لدور أبطال آسيا بين الجيش القطري والنصر الإماراتي التي قيمت بتاريخ الرابع والعشرين من أغسطس وبالتالي اعتبار نادي الجيش فائزا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل الصفر واعتبرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم أن نادي النصر خالف لائحة الانضباط في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم من خلال إشراك لاعب غير مؤهل وهو سانتوس مونتيرو خلال المباراة وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر يسال فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتساب الظاهر على الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر منقع توتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشرتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة